أفاد مصدر لحلب اليوم بأن النظام أرسل وفدا مفاوضا إلى مدينة دارية بعد هدنة أعلنت أمس لمدة 24 ساعة وضف المصدر أن وفد النظام طرح مبادرة تقضي بخروج الأهالي من دارية ثم خروج المقاتلين منها أو تسليم أنفسهم وأسلحتهم للنظام فيما تضارب تلاباء حول موافقة ثوار المدينة على المبادرة أو رفضها وعلى مزيد من التفاصيل ينضم لنا من دارية المحاصرة الناشطة الإعلامي مصطفى الديراني أهلا بك مصطفى ما هي تفاصيل بنود مبادرة النظام للأهالي والثوار في دارية وهل تم القبول من قبل الفصائل في المدينة نعم أهلا بك أحمد تحية لك والجميع السادة المشاهدين يعني إلى الآن مفاوضات بينها الأهالي وقوات النظام بإشراف الأمم المتحدة إلى الآن لم تنتهي المفاوضات بين الطرفين على خروج الأهالي المدنيين من الأطفال والنساء إلى خارج المدينة وبعدها يتم خروج الثوار إلى الشمال السوري إلى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذه الأخبار إلى الآن مازات المفاوضات جارية بين الطرفين ضمن إشراف الأمم المتحدة ولكن كثيرا ما تم نشره على المواقع التواصل الاجتماعي وأنه تم اتفاق على هذا التفاوض ولكن المجلس المحلي في مدينتارية سوف يتم بنشر إن كان تم التفاوض وتم الموافق على الفروض أو تم نفي هذه المفاوضات طيب مصطفى هل لديك أي معلومات عن ما هي المفاوضات؟ نعم المفاوضات التي حدثت النظام قال بأنه سوف يتم بإخراج الأهالي من الأطفال والنساء إلى بلدة قدسية وإلى بلدة الكسبة وإخراج الثوار إلى الشمال السوري مع تسليم السلاح المتواجد لديهم وتسبيت أو أضاعهم وبعدها سوف يتم أخذهم إلى الشمال وتسليم السلاح كل جميع الأسلحة المتواجدة في مدينة دارية طيب مصطفى ماذا عن أوضاع المدنيين في دارية حاليا؟ وهل من الممكن أن يتم قبول المبادرة؟ يعني أحمد الوضع صعب كثير يعني العالم أنه ما متأثر أنه ما متأثر منه حصار مفروض من أربع سنين على مدينة دارية ولساتهم قدرين عاشين يعني الوضع هو صعب يعني صعب كثير يعني كلمة هاي ما رح تأثر بالعالم أو ما رح تشرحي كلمة بس يعني تم تصوير أكثر من فيديوهات من صفحة المجلس المحلي يعني بتوضح الصورة اللي عايشتها الأهالي داخل المدينة الوضع يعني صعب جدا يعني منطقة محاصرة من أربع سنين يعني ما ما استطاع أي شخص أنه يطلع أو يفوت داخل أو خارج المدينة لا عن طريق أنفاق ولا عن طريق البسادين العطراف المدينة يعني الوضع صعب جدا للغاية يعني من شهرين إلى الآن يعني هناك يعني حمل قوي لقوات النظام تستهدف خاصة المدنيين بالقصف المدفعي بالقصف الصاروخي بالقصف براميل بالأسلحة المحارمة دولية المحارمة دولية كالنابان الوضع يعني صعب جدا داخل المشفى الميداني مشفى الميداني لا يتم إدخال أي شيء إليه من معدات أو من أدوية خلال أربعة سنوات الآن يعني أصبح وضعه سيء جدا يعني لا يستطيع استيعاب جميع الحالات التي تتوافد إلى المشفى الميداني الوضع الإغاثي صعب جدا يعني منذ شهرين عندما سيطرت قوات النظام على الأراضي الزراعية التي كانت هي المخزون الأساسي والرئيسي للمدنيين تم حرقهم بأي كامل تم حرق زميع المحاصيل من القمح وباقي مقومات الحياة داخل المدينة الدارية يعني الوضع صعب جدا للغاية تم إرسال مناشدات كبيرة وكثيرة إلى قوات الفصائل المعارضة نحن نشكرهم على تلبيتهم هذه النداءات لأنهم لم يحرقوا أي جبهات لم يحرقوا ساكنا نشكر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لأنهم لبوا نداءنا وأدخلوا مساعدات التي لم تدخل منذ أربعة سنوات إلى الآن كل شكر لجميع الناس الذين يقومون وتفرجون على مدينة دارية وهي تسقط أمام عيونهم وهم يستطيعون التحرك ويستطيعون العمل العسكري من أجل فك الحصار أو من أجل الضغط على النظام ولكن جميع الفصائل جميع الناس جميع المجتمع الدولي هو يرى مدينة دارية تسقط أمام عيونهم ولا يقومون بالتحرك داخل المدينة دارية ولنحن إذا سقط المدينة دارية لن نتكلم على الإعلام لأن بعد أربع سنوات لا يمكن لنا أن نستطيع أن نتحدث أن مدينة دارية سوف تسقط كان الله في عونكم مصطفى فعلتم الكثير ولم يفعلوا لكم شيء أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من دارية المحاصرة الناشط الإعلامي مصطفى الديراني شكرا لكم